إلى فقرتنا الأخيرة موضوع الشتائم والتأثيرات النفسية لهذا الموضوع بأهالينا لازم نعترف بس بالبداية أنه فيه عدد من المتحيزين للمرأة بفريق العداد بالبرنامج لأنه اليوم هو اليوم الرجل العالمي مع هكي الموضوع اليوم بأهالينا هو موضوع الشتائم واللي فيه ذكر للرجل لكن بطريقة سلبية خاصة الرجل اللي بيستخدم إحاءات أو كلمة المرأة بنوع إحاءات سيئة خلينا نقول بموضوع الشتائم دائما في استخدام للمرأة بالشتائم أو لشي بخص المرأة وهذا الشيء كثير سيئ وبيجرح المرأة وبيجرح أصلا المجتمع بشكل عام نحن نشوف تقريره بعدهم من ناقشات الموضوع بشكل موسع ليس وحده من ضاقت به اللغة ولجأ إلى سبي وشتم كل شيء يذكر أمامه فبعد سنوات من التهالك الاقتصادي والاجتماعي والأمني وغياب الأمل عن حياة سوري تقلصت كلماته وباتت حبيسة واقع يحاصره صنف علم النفس قديما استخدام شتائم ضمن ردة الفعل على الشعور بالضعف والمهانة لكن اليوم خلصت دراسات عديدة إلى أن المسبات تخفف الألم الجسدي بل وتساعد على أن نكون أصحاء نفسيا بالإضافة إلى رواج فكرة أن الشتامين أكثر إبداعا من غيرهم تقسم شتيمة عادة إلى نوعين شتيمة آنية تنفس الغضب فقط وشتيمة بعيدة المدى يقصد فيها صاحبها إهانة الطرف الآخر حسب عرقه أو انتمائي أو جنسه وغالبا ما تكون النساء الوسيلة المضمونة لأن يقهر الطرف المقابل فعلى مدى عقودا استخدم الشارع شتائم تتعلق بجسد المرأة وترتبط مباشرة بالعملية الجنسية بهدف كسر هالة المقدس والمصون وغالبا ما تكون الأم والأخت ضحية هذه الشتائم بالإضافة إلى أن بعضها يحمل تلميحات واتهامات للرجل بتشبيهه للنساء لا أحد يستطيع أن يكون قاضيا على لسان الآخر لكن هل باستطاعتك أن تشتم بما يخصك أو يخص من توجه إليه كلامك؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا بالستوديو الأخصائية النفسية نسرين داود مساء الخير أهلا وسهلا فيك ليش دايما نستخدم المرأة للشتائم؟ هذا الموضوع موجود بحياتنا اليومية ونسمعه كثير لو نعرف أكثر عن السبب النفسي لهذا الموضوع موجود بحياتنا اليومية بس ما بنستعمله كثير ممكن بنسمعه كثير نسمعه أكيد دائما نستعمله السبب دائما المرأة هي شيء مقدس وخصوصي في المجتمعات الشرقية فلها السبب الشخص وقت اللي بدي يسبب إهانة للمقابله بيحاول يسبه أو يشتمه بشيء غالي ومقدس عنده لها السبب بتكون دائما المرأة سواء أم أو أخت أو زوجة أو ابنة هن الأكثر شريحة هي المستعملة في السباب أو الشتام اللي بيتوجه للشخص المقابل مو بس المرأة أحيانا بيكون في إقحام لألفاظ وإحاقات جنسية وكأنه العملية الجنسية فيها إذلال من طرف لطرف آخر ليش هي النظرة تحديدا تستخدم إضاف الشتام؟ بشكل عام كدراسة نفسية نحن بالمجتمعات الشرقية دائما عنا صدفة الرجل على المرأة ودائما حتى العملية الجنسية بتدخل تحت هذا الإحاقات دائما بوجهة نظر الشرقي إنه في شخص فاعل وشخص مفعول به لها سبب دائما المرأة هي العنصر الأضعف في هذا الموضوع والرجل دي يسبب ذاته فهو المسبة دائما بتكون موجهة للجانب الأضعف بهذا المجال طيب ليش أوقات فيه نساء ممكن تستعمل هاي الشتائم؟ هلا بالنسبة للنساء أحيانا ممكن تستعمل هاي الشتائم نتيجة تربية مجتمعية لا أكثر ولا أقل يعني نحن منقول فيه مثل شائع ما نشبع على شيء شاب عليه سواء ذكر أو أنسى بس الشتائم بشكل عام هي عبارة عن تربية اجتماعية المحيط كيف نسمع من المحيط؟ ممكن عبارة عن ردد فعل أو عبارة عن تقليد للشيء اللي عم نسمعه وعم يطرق لسماعنا من محيط الخارج نحن نحيطير عن مجتمعاتنا بسوء يعني فعليا حتى بالمجتمعات الغربية والمجتمعات أخرى كمان يستخدموا يعني شتائم مشابهة وكمان فيها كتير إحاءات أو استخدام ضد المرأة أيضا كمان مو بس الاجتماعات الشرقية بالضبط يعني حتى في المجتمعات الأوروبية أو خاصة بأمريكا في دراسة بتقول أنه الشباب بيستخدموا الشتائم أكثر من كبار السن والرجال أكثر من النساء يعني إذا قارنناها بمجتمعاتنا ما بتبعد كتير عن المجتمعات الشرقية يعني بوجود الشتائم والسبب قبل شوي ذكرتي موضوع ما نشبه عليه شيء شابه عليه يعني أوقات بتلاقي أطفال عم بيسبوا كأنه زلم كبير عم بيسب ما ما بتفرق أبدا عن بعض وحافظين نفس الكلمات وبيرددوها حتى الأوقات ما بيفهموا شو معناها بالضبط هي هيدا التنشئة الاجتماعية أو المحيط المجتمعي اللي بينقل هاي الصورة مثل ما قالت وحتى في دراسات أخرى بتأكد أنه الأطفال وخصوصي بعض المشاكل اللي صارت واللجوء اللي صار أي طفل ممكن ينتقل لبيئة تانية بيحفظ المثبات أسرع بأربع مرات من الكلمات المهذبة فله السبب كأنه هي ممكن شيء لأثبات الزات أو لفت انتباه الآخرين أنه أنا حكيت كلمة المحيط كل ياته انتبه أنا حكيت شو هاي الكلمة شو معناها كذا ممكن مثل ما قلت حضرتك أنه هو مو فهمان شو معناها بس عبارة عن بيقولها بيلفت نظر الآخرين لأله سواء بنفس لغته أو بلغة أخرى فله السبب يعني بتكون أسرع بأنه يتعلم وهو المعناها يعني ردود فعل أكبر الكبار لازم تكون مدروسة لأنه ممكن تشجع على هذا الشيء وفي أهالي فعليا حتى هون يعني بيعلموا أولاده على سبيل المزح أحيانا بيعلموا من زغره أنه كيف بده يسبب مثلا فاخرة يعني حقاً ما تصير عن بعض العائلته مو بس أطفالهم بتعلموا لأصدقاء إذا صارت علاقة حميمة بين بعضهم وصاروا أنه معتبر حاله أنه بيمون عليه أو موان لدرجة ممكن يسببه هي المسبب من باب الإهانة لأ من باب أنه أنا عب بمزح معه أنا آخذ جو لأي درجة يعني هذا الشيء مقبول أو طبيعي ممكن يكون من باب المواني والمزح أنا برأيي إذا بتاخد رأيي أنه هذا الشيء أبداً مو مقبول يعني بشكل عام نحن لأنه لازم نتعلم أنه هدول الكلمات غلط سواء استعملناهم قدام أصدقاء قدام ناس مقربين لأنه شوي شوي بيصير أنه شيء من طبيعة الحديث اليومي اللي بنت بتحكي أو نحن بنحكي بيقولوا بيتعود لسام بيصير يعني فيها؟ بالضبط فلها السبب لازم أنه نحن قدر المستطاع نحاول نبتعد أو نشيل هدول الكلمات من قاموسنا الحياتي اليومي اللي بنستعمله لحتى لأني أمتى بتظهر هيك كلمات أو الكلمات البذيئة وقتلي نحن نتعرض لضغط نفسي لموجة غضب فباللا شعور بيصير الإنسان بيتفوه بالكلمات اللي هو بيستعملها وكأنه بفيش قلبه يعني على أساس بيش قلبه على أساس بس هي بالنهاية عبارة عن شيء هو بيستعمله بحياته يفضل دائما الابتعاد عنه قدر المستطاع لأي درجة يعني هون بيفش القلب الظروف العشوى السوري ممكن تساهم بزيادة مثلا مستوى استخدام هيك كلمات أو عبارات نحن دائما منرجع الموضوع للظروف للبيئة بس الإنسان على فكرة يعني هو بقادر أنه يتأقلم مع أي ظرف قادر يتأقلم مع الشيء الجديد بشكل عام إذا كان في عنده ذكاء اجتماعي ذكاء عاطفي ونحن دول الكلمات إذا حاولنا قدر الإمكان ابتعدنا عنهم ما فينا نقوم الظروف وكذا يعني هاي الأصص كلها ياته فينا ننحية جانبا ونشوف نحن لأن كل إنسان عنده ثقافة اجتماعية عنده مستوى ثقافي متربي عليه نحن بنرجع كل هذا الشيء للمستوى اللي أصلا هو فيه الشخص إذا كان ثقافته درجة ثقافته عالية والأصلا الكلمات هاي مين بمقاموس حياته فما بيستعمله إلا يعني ممكن تظهر بيكة لسان يعني مرة من ذات المرات بس أما بشكل دائم فهذا هو تنشئ اجتماعية من القدم نرجع على الفقرة الأهمية اللي هي الطفل كيف أنا ممكن أحمي طفلي من الجو الخارجي يعني هو بالمدرسة بالأخير ممكن يسمع كتير مثل ما ذكرت مسابات سواء كان بمجتمع الجوء أو حتى بسوريا يعني ممكن يسمعها من رفقاته من جيرانه وأنا بالبيت مثلا مثلا ما بيحكيه أبدا فكيف ممكن أنا أحميه إنه ما يحفظها ما تعلق ما يرجع يرددها بشكل عام نحن لازم نكون الرادع في البيت يعني أكيد المدرسة كمدرسين ما بيرضوا هذا الحديث يدور بين الطلاب وخصوص يعني فيه حتى دليل أو مثال عليه المجتمع اللبناني المجتمع اللبناني عاش ضغوط نفسية كتير وحرب ووا ووا إلى آخره فصارت حتى بالأطفال بالمدرسة حتى ممكن يواجهها لأستاذه أو لعانسته الطفل فنحن دائما بالبيت ممكن نكون الفلترة نقول له هالألفاظ هاي نحاول قدر المستطاع نبعد الطفل نفهمه هذا غلط هذا صح هاي الكلمة ممكن نقول له هاي الكلمة ممكن نقول له ممكن نستبدله بكلمات ألطف أو أنا ما حبيت هالتصرف ما في داعي أسب بالتصرف نفسه يعني الطفل صعب إقناعه يعني كتير صعوبة ممكن نقول له ما يقول هاي الكلمة فعلا ما يقوله بشكل عام بيقلد بيقلد الأقرب لأله القدوة فإذا كنا نحن في البيت قدوة لأله للطفل فدائما إن شاء الله يعني بتتحسن المواضيع الأفضل قدر ما تكون القدوة سيئة أو جيدة الطفل دي يتشرب من هالقدوة وهي بتأثر فعليا على النفسية أو على تكوين الشخصية يعني أو الأشخاص اللي بيستخدوا مثلا شتائم أكتر بيحاياته هل هذا ممكن يدل على نوع شخصيته أو طبيعة الشخصية أحيانا؟ هلا بشكل عام بيدل يعني شخصيته بتتكون من هو وصغير لحت ما يكبر الشتائم اللي بتطلع من شخص مثقف ما مثل الشتائم اللي بتطلع من شخص عفوا يعني عام يعني هي أكيد بتأثر بالشخصية ومؤثرة بنا نشكرك الأخصية نفسي نصرين داود على المعلومات الأدمتين لأينا اليوم شكرا لإلك شكرا لك شكرا لك اللي كانوا معنا بحلقة اليوم تذكركم أن تقدروا تزوروا موقعنا على الإنترنت سيريا دوت تيفي وعلى منصاتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام بكرة 65 بتوقيت دمشق حلقة جديدة نشوفكم بخير إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى